كتير لما بنتطر ننزل لمناقشات قليلة نتذكر أنه المكانة الكبيرة للنادي الأهلي عالمياً كانت المفروض تخلينا في مناقشاتنا في منطق مختلف ومكان مختلف كفاوني الكلام عند التحالي بالضبط سمعك مين يا بكبات؟ عايز تسمع مين في رأيه في لعبة النادي الأهلي وفي النادي الأهلي قبل ما تفتكر أن كابتن حسام حسن بيجامل لعيب في النادي الأهلي مين يملعينك من المدربين العالميين ينفع بيب جوارديولا أو الله بيب جوارديولا يتكلم عن الأهل ولعبته نسمعهم نعم 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 يا بوب يا جامد جوارديولا ده حاجة غير خريطة الأهل فريق رائع لديه جمهور مميز كنت في المباراة مع عائلتي كنت في زيارة مع عائلتي في مصر شفت حجم الإقبال بتاع الجمهور وشعبية النادي الأهل أنا بس عايز بصوا ده واحد جاي لمس شعبية النادي الأهل في مصر لا آه هقولك على حاجة برضو برشلونا نعم وإحنا في كاس العالم في اليابان آه لما خسرنا من انترناشنال ها اتنين واحد لما كورة رجعت من الكابتن حسن مصطفى ل آه باتو أليكساندر باتو لاعب انترناشنال وكان أهم لاعب في البرازيل وقتها وكان راجع من القصيد فحطها في الجوه وخسرنا بالجندة والأهلي عمل مباراة ولا أروع مين قال لك ده فريق تعاني كثيرا في اللعب أمامي آه ريكارد فرانك ريكارد آه فرانك ريكارد مدر برشلونا كنا في المؤتمر صحيح كنا في المؤتمر ما كانش بيتكلم على انه حيقابل الأهلي ده كان قابله ماتشو مع الانترناشنال ها فقال أنا كنت آه أو تابع البطولة ورح جايب سرتي للأهلي بدون مناسبة وقال لهم الفريق ده كان جديرا بالمباراة النهائية والحمد لله انه ما قابلنيش لانه كان علينا ان نعاني كثيرا to be such organized team ها مثل هذا الفريق المنظم كنا سنعاني كثيرا أنا بقيت بسط لك كده فاكر فاكر الموقت ان يحضر نادي الأهلي اللي هو مش طرف في المباراة في حديث عن المباراة من مدارب برسلونة وقتها يعني يعني شيء يا جماعة والله النادي الأهلي ده والله ما ما قلنا عليه يعني هو أكبر من أي كلام ترجمة نانسي قنقر